عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم مهندس محمد سالم النهاردة في فيديو جديد وهو بانوان وده عن سوسة النخيل الحمراء. النهاردة هنقيم بنامج سوسة النخيل الحمراء او مكافحة سوسة النخيل الحمراء المحتمت في وزاية الزراعة والبياء والمياه في المملكة العربية السعودية من قبل لجنة مكافحة سوسة النخيل. البنامج ده بيحتمد في الاساس على المكافحة والدورية للسوسة. يكتشافه مكافحة السوسة الدورية. البنمج ده الهدف بتاعه انت تكسر ضوء حياة السوسة. تكسر ضوء حياة السوسة ازاي? ان انت في خلال الاربعين يوم بتكون لفف على كل نخلة موجودة عندك في الحقل فتكسر ضوء حياة السوسة. سواء كانت في اي طرم الاطوار فانت بتكتشف الاصابة وبتبدأ تكفحها. احنا الحقل اللي احنا موجودين فيه ده بدأ شفنا الاصابة فيه كانت بتاريخ اشرين واحد اشين اشرين. بدأنا واستعنى بفريق مكافحة السوسة النخيل. وكل لك لوم الشكر مش عاودة اخص بالذكر اي شيء لان احنا ما ينساش اسماه. كلك ناس محترمة وكلها لها الشكر. بدأنا جو من الناس معنا ومع عمال المزرعة بدأوا يعلموا عمال المزرعة بدوا يعلمونا ازاي نكتشف الاصابة. كان البنمج عبارة عن اكتشاف الاصابة ثم بعد ذلك اكتشاف الاصابة كيفية الالاج. كيفية الالاج بيتم على خطوات ايه هي الخطوات اننا بجيب الادوات اللينا بستخدمها الهيب والمحش بتاع اللي احنا ما احنا مستخدموه بنيجي مكان الاصابة وبنبدأ نعمل نطحر او نعمل حفرة مكان الاصابة. فيه نخل كامل موجود عندنا في الارض كان عبارة عن شباك. النخلة من الجنبين مصابة. بنبدأ ناخد الاصابة بنبدأ نطحر بنبدأ نجيب المبيد بتاعنا. طبعا هنا في المزرعة فبنجيب مبيد بروفير. مبيد عضوي عبارة عن زيت الياسمين. ومكونات حمد الفوريك. وهو مبيد عضوي مية في المية. محتمد عشان احنا مزرعة عضوية فمستخدم المبيد العضوي. مستخدم المبيد العضوي عبارة عن ايه? بنجيب عبارة عن عشرة اه مية وبنعمل محلول من المبيد العضوي وبنبدأ نطهر به مكان الاصابة اللي احنا عملناها بحالها. وبنخلي مكان الاصابة عبارة عن تلات ايام واربع ايام بس من اربعة لازبوع. مكان الاصابة. عشان لو في زهر اي حاجة مكان الاصابة تاني يبدأ العامل عليكها. بعد كده ناخد المخلفات. اهم حاجة ناخد المخلفات ديت ونتخلص بالتخلص الامن بالمخلفات ديت وكان التخلص عن طريق وزوعة الزراعة هما اللي بيبدأوا يتخلصوا بالمخلفات بعد ما بعد اربعة ايام بابدأ بقى العملية المهمة جدا ودية هما وزوعة الزراعة اتكلم وقال لك ان بعد اربع شهور بتكون النخلة راجعت لطبيعتها. فاحنا دلوقتي بقى اربع شهور وحوالي خمسة ايام بدأنا عشرين واحد والنهار ده حوالي تسعة وعشرين خمسة. فاعتبر اه حوالي ايه اه اربع شهور وعشر تيام. بنيجي بعد اربع شهور بعد اربع تيام بنعمل ايه? بنيجي نجيب خيش زي كده خلص. خيش خلص اهوت. شوية خيش ما فياش ادنى مشكلة خلص. وبنبدأ نجيب رمل حر. رمل حر عشان ما يبقاش خليم الاملح له بتاع المباني. بنجيب الرمل الحر ونبدأ نملح مكان الفراغ ده بنبدأ نحط فيه الرمل بمعيش حاجة خلص. وبعد كده بنجيب الكبريت الزراعي العادي خلص اهوت. عشان لو فيها اي اصابة. شوف النخلة اتباني ان النخلة متازة ان قادر نكون الوقيت بتاعتها تمام ايه. وقادر النخلة لو شفنا عدد العزوج اللي فيها ادو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عزوج. ولو شفنا حجم الطمر احنا اعطينا الطمر منها هي حجم الطمر هوت ده حجم الطمر في النخلة ودية النخلة. نتأكد بقى ان النخلة تمام ايه? وتأكد اذا كانت بالنمجة تعالى تمام. حنيجي نقطع اللي كياس اللي احنا عاملينها ونشوف النخل عاملته ايه. يجريتنا اقرب كده بالفيديو اقرب اقرب بتصوير ادي مكان النخلة ادي مكان الاصابة للسوس الخالص ايه. استنى نشيل بس الكيس خالص. ادي الكيس شرته خالص او. ادي حد يقول لي هنا كان فيه اصابة سوس النخيل. ما فيش هنا اصابة سوس النخيل خالص. النخلة طلعت جدور دي ما هي هيت. ولا كان فيه اصابة. والنخلة اشتغلت معنا. وادي اصل الكيس اللي احنا شغالين به. ادي مكان الاصابة. هنا الرواكيب هنا وهنا السعف. هنا مفيش. هنا كانت كل ديت زي ما انتم بخيرين كل ديت حفرة في النخلة. وكانت ممكن تبقى بعمق حوالي تأتيين اربعين سنتي جوه النخلة. فادي النخلة هي تشتغلت. وكده لو احنا اشتبعنا الطريقة ديت. نبقى نقول فعلا وده عن سوسة النخيل الحمرة. ونشتغل على البنمج ده. وبنمج ده بنمج ممتاز. وشكرا القيمين على البنمج فروزات الزراعة السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.